السيسي داخل على ايام سودة شبه مجاعة تانية مذكورة في كتابة النبي اشعياء من 2600 سنة والمفروض المستشارين اللي جنبيه قرولوا النبوات دي ويقولول ان احنا على حفة الزمان ودخلين في كل الاحداث دي بداية النبوة بيتنبأ عن الرئيس السيسي كالمولا القاسي اللي هيجي في اخر سنين ارض مصر فبيقولك ايه واغلق على المصريين في يد مولا قاسي فيتصلت عليهم ملك عزيز يقول السيدة الرب بدايتها قالك اغلق على المصريين في يد مولا قاسي النبي اشعياء ده نبي معترف في الديانات التلاتة هذا النبي شاف ان في نهاية تاريخ ارض مصر هيظهر فرعون شبه مولا قاسي وهيغلق على المصريين وانت عارف طبعا استيسي مفيش كلام في الكلام ده بيغلق على المصريين جامد سواء بغلى الاسعار غلى البنزيم غلى الغلى والفنة اللي بيحصل فقالك اغلق على المصريين في يد مولا قاسي فيتصلت عليهم ملك عزيز يقول السيدة الرب عادي احنا المصريين بنستحمل ومستحملين كل اللي بيحصل مع ان فيه ارامل ارامل مش لاقي يتاكل وايتام مش لاقي اللقمة بس احنا مستحملين ووقفين لكن اللي جاي اصعب من الراح ايه هو بقى اللي جاي يقولك وتنشف المياه من البحر ويجفف النهر ويايبس ده توالي الاحداث بقى وتنشف المياه من البحر ويجفف النهر ويايبس اتنبأ عن سد النهضة الاسيوبي من قبل ما يكون ب2600 سنة طب ازاي بص اسرائيل واسيوبيا دول روح واحد من النيل للفراط معناها ايه كلمة اسرائيل الكبرى من النيل للفراط معناها ان اسرائيل في تحالف مع اسيوبيا هتحاول تسيطر اسرائيل على الفراط واسيوبيا هتسيطر عن النيل فهنا فيه تطويق لمصر تطويق لمصر انه بيقولك تنشف المياه من البحر ويجف النهر ويايبس وتن تنلق انهار وتضعف وتجف في سواقي مصر كلام خطير جدا تجف في سواقي مصر والرياض على حفة النيل وكل مزرع على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون هنا بيتنبأ عن ان الزراعة هتنضرب في ارض مصر والصيادين يأنون والذين يكون شصا على النيل ينوحون يعني الصيادين اللي بيلقوا شبكة على النيل بينوحوا لان مفيش سمك بيطلع ده كناية ان الرزق بيبقى مقطوع في ارض مصر فالاوجري بيروح ياخد مثلا خمسمائة جنيه بجيبه بعد ما يخلص شغله بعد ساعة زمن بيصرفه وفيه ظاهرة جديدة ظهرت وسط المجتمع المصري اسمها المخدرات المخدرات بقت الشباب تشتغل عشان تشرب مخدرات فاصبح الواحد ما بيرعاش اهل بيته ونسي اهل بيته انت عرف طبعا علبة السجاير ممية جنيه والغلل اللي بيحصل بقت الواحد لما يصرف المية جنيه في علبة السجاير بيصرف بعدها مية وامتين فاشياء تانية وكيلو اللحمة بقى بكمس ومية وكل الكلام ده مكتوب في كتاب النبي اشعياء بس دي البداية بس لنهاية النبوة رهيبة نهاية النبوة بيقولك ويتكون عمضاتها مسلوقة وكل اللي عاملين بالأجرة مكتئبين نفس يعني كل اللي عاملين بالأجرة هتكون في هذه الاحداث الاقتصادية على حفة الزمان في مصر مكتئبين النفس ناس مكتئبة انت لو رحت المترو هتلاقي الناس مكتئبة تحقيق لهذه النبوة الكبير بقى الكبير بقى الخطير بيقولك ايه فقهيج مصريين على مصريين فيحارب كل واحد اخاوة كل واحد صاحبه مدينة مدينة ومملكة مملكة هنا بقى المفروض المستشارين بتوسيسي ضقوا في ودنه نقوص الخطر ان الصورة بتاعت يناير والصورة بتاعت 30 يونيو دول صورتين في واحدة بقى تلتة جاية اسمها صورة الجياع دي لو جات بسبب الضغط على الشعب المصري بيقولك فقهيج مصريين على مصريين فيحارب كل واحد اخاوة كل واحد صاحبه مدينة مدينة ومملكة مملكة وطرها كروح مصر في داخلها وقفني مشهورتها فيسألونا الاوسان والعرفين واصحاب التوابع هتلاقيهم دلوقتي على قناة الاخبار بيعملوا من المنجمين المنجمين والعرفين دول ايه بيعملوا منهم بيقولوا لهم ايه اللي جاي و ايه اللي هيروح لان هم من زمان مضربين المصريين بهزي الحكاية والحكاية دي بتدايق الله جدا انا ضد العرفين و ضد المنجمين جدا لان الله انت عايزت تعرف مشهورة الروحية عرفها من الله نفسه تعرفاش من عرف ولا من منجم عرفها من الله نفسه لان عندك الله اهو قال ايلك كل الكلام اللي هيحصل من قبل ما يكون ايلولك من البداية علشان لما ييجي في النهاية ما تقولش العرف هو اللي قالهولي ولا المنجم هو اللي قالهولي ولا اي حد اللي قالهولي فكله مكتوب هنا فبيقولك ايه بص بقى ماذا جرب في وسطها روح غي فاضل مصر قطران وحس اقران يعني في روح غي الناس ما بقتش فهمة بعض الناس بقت تظلم بعض يعني ايه بقت تظلم بعض الناس بقت يعني اللي راح يبيع متسكل مثلا روح الغي ده معنى ايها بص طول اللي راح يبيع متسكل اه هو يكون ثمن وسبعة تلاف جنيه يقولك ثمن وخمسين الف جنيه هو ثمن وسبعة تلاف جنيه عايز يظلم اخيه لمصر والتاني والتاني حتى لو هو كان معنى متسكلة هيقولك على بصبعة تلاف جنيه برضو خمسين الف جنيه ففي روح جشعة وروح غي انت فهمني طبعا روح غي في وسط المصرين حسب النبوة دي بيقولك ايه النهاية بقى هو تكون ارض يهوزة رعبا لمصر ارض يهوزة دي ارض اسرائيل يعني ايه رعبا لمصر كل من يتذكرها يرتعب من امام قضاء رب الجنودة الذي يجد به عليها هنا بيتنبأ عن الحرب اللي هتصير في الايام دي ما بين اسرائيل وايران ان في الايام دي هتصير حرب ما بين اسرائيل وايران هذه الحرب هيعملها الصغار وهيقعوا فيها الكبار فهتيجي الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي لدعم اسرائيل فهتيجي روسيا والصين اللي هم مجوج ومأجوج ده سر بقوله لك روسيا والصين هم مجوج ومأجوج هيجوا لدعم ايران والشرق الاوسط هيتحول لساحة حرب كبرى كسير من الدول العربية هتسقط وكسير من الدول الخالجية هتسقط طب ارض مصر هتأثر ازاي بالكلام ده قناة السويس هتنغلق ماضيك هرموز هينغلق احنا بنستورد البترول ما بنعرفش نصنع ماتور موتسكل ما بنعرفش نصنع ماتور موتسكل فإيه اللي هيحصل بنستورد البترول وما بنعرفش نصنع ومش هنقدر نكفي احتياجاتنا فهنعوز نسترد من بره فالبحور هتنغلق ولما البحور تنغلق بقى إيه اللي هيحصل لا الام هيعرف يدخل ولا الاكل هيعرف يدخل فهتحصل المجاعة التانية المجاعة الاولى كانت ايام يوسف النبي المجاعة التانية اللي هتحصل في الايام اللي جاية دي مجاعة كبرى اكبر من مجاعة يوسف النبي لان دي مجاعة نهاية العالم علامة في ارض مصر وفي يوم اطفاق انوار مصر كل نجوم السماء هتطفي يعني بمجرد وقوع مصر كل الشرق الاوسط هيقع الكلام ده كله مكتوب في هذا الكتاب ودوروا على يوسف التاني دوروا على يوسف التاني اللي يشفع فيكم ويحللكم المشكلة اللي جاية عليكم يا مصريين انا من اكتر المحبين لمصر واتمنى لها كل خير لكن الكلام ده لازم يتحقق اصلاك دي نبوات مكتوبة لازم تتحقق الله عرفنا من البدايات النهايات عشان لما تيجي حرب هرمجدون تعرفوا ان هو اللي هينتصر فيها مش الشيطان لان حرب هرمجدون اللي جاية في الشرق الاوسط فيها الله هينزل على السحاب عند جبل الزيتون مرج ابن عامر الموضع ده السهل ده الكبير وهتجتمع عليه كل قوة الشر الروحية هتكون حرب كونية مش ما بين الاربع زوية الارض امريكا والتحاد الاوروبية وروسيا والصين والسرائيل وايران لا هتكون حرب ما بين الملايكة والشياطين حرب روحية كونية فالوقت تقريب الوقت تقريب وفيه علامات بتظهر كتير اوي 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 بتدل مجيء هذا الكلام علامات ممكن انت تشوفها تفهر وعلامات ممكن انت تشوفها ملهاش لازمة يعني الكلب اللي طلع فوق الهرم ده معناها ركسة خراب فوق الهرم معناها ان كلبه متسايد على عرش الهرم معناها ان الهرم هيسقط ومش يبقى في حجر على حجر يه علامات دي فيه علامات لازم ترجعها علامة اسرائيل وايران حرب اسرائيل وايران دي مكتوبة ايضا في كتابة النبي دانيال من 2600 سنة وصورهم بالكبش والمعز وهينطحوا بعض في الشرق الاوسط وكثير من الدول الشرق الاوسط وتسقط فكل النبوات دي متربطة مع بعض وبتدللك عن ان احنا عايشين على حفة الهاوية فلوقت قريب احنا في الايام الايام الاخيرة استعدوا استعدوا للكاء الهكم اشتركوا في القناة